بسم الله الرحمن الرحيم اهلا معكم مستر احمد البشر ان شاء الله نكمل مع بعض في يونت 2 تعالوا مع بعض نتكلم عن طبعا قبل كده اتكلمنا عن الوقت هنتكلم عن هي عبارة عن صفة الموضوع سهل جدا في اصوات يعني في اصوات بتبقى قوية وقوية هنا قصدنا بيها صوتها عالي اك انك مسلا في فرح كده ومعالل دي جي مسلا او في اصوات بتبقى ضعيفة زي مسلا ان حد بيواشوش حد بكلمة مسلا وعندنا يونت يعني قوة الصوت دي بتتحسب عشان بيجي في الامتحان يقول لي قوة الصوت بتتحسب بايه بالوقت ايه موضوع ده بقى مستر هو بيقول لي ان اي صوت مسلا انت بتكلم مع واحد في التليفون فالصوتك عالي وبتحاول تعالي صوتك عشان اللي قدامك يسمعك في التليفون ولكن في صوت عربيات وفي صوت مسلا متسكلات عمات عدي وهكذا فالصوت اللي حاجات دي بنسميه نويز بنسميه ازعاج الازعاج ده بيتحسب بقيمة اسمها يبقى انت قوة الصوت نفسها بتحسب بالواب المتابور تو والازعاج اللي حواليها بيتحسب بالديسيبل اللي اتنين بيقوا في الامتحان دايمي والنويز انترستي اللي اتنين بيقوا في الامتحان اللي بتحسب بالديسيبل بالوقت بيروميتر بور تو طيب يا مثل قوة الصوت دي او علوه الصوت او انخفاضه بيتحكم فيها كام عامل اللي فاكتورس افكتنج ساوند انترستي هم فايف ديستنس بتوين اير ان دي ساوند سورس امبليتود اريا ميديم دينستي وين دي دايريكشن تعال نبدأ باول فاكتور اللوة ديستنس نتخيل تتخيل معايا ان انت بتتكلم مع شخص والشخص ده قريب منك كده الصوت هيكون عالي طب افرض الشخص ده بعد شوية الصوت هيفضل عالي برضو زي ما الاولين كان ساما ولا الصوت هيقل شوية الصوت هيقل شوية طب افرض احنا زودنا المسافة الصوت الشخص ده بقى ابعد الصوت برضو هيكون قوي ولا هيبقى ضعيف جدا ان الصوت هيبقى ضعيف جدا وبالتالي كل ما تزود المسافة والقانون اللي بيحكم ده او العلاقة دي بتتشارح باسم ام فرس سكوية لوف ساوند وخب بالك في نقطة هنا انا عاوز اتكلم فيها لما يكون في ساوند سورس مصدر الصوت يا جماعة ما بيبقاش ماشي في واحد بيبقى ماشي في يعني ماشي في كل الاتجاهات يعني احسا الوقت اللي بيتكلم ده هل الوقت اللي بيتكلم ده الصوت بيتسمع في الحتري بس ولا بيتسمع هنا وبيتسمع هنا وبيتسمع هنا وبيتسمع هنا وبيتسمع هنا بيتسمع في كل الاتجاهات لان احنا ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان الساوند موف ان سيركولر اه وي يعني بيت بي بيينتشر في كل الاتجاهات او ساوند كان بيهيد لان هو بينتقل على هيئة دوائر طب احنا بنقول ده ليه عشان انا لما هاجي اقول لك المسافة اللي مشيها الصوت المسافة اللي مشيها الصوت هي مش المسافة اللي قدام الشخص اللي بيكلم بس اللي حوالين الشخص كله يعني حوالين كل الاتجاهات اللي حوالين الشخص فبنعتبر هنا دي سكوير دي سكوير عشان هي جايبة كل الايه كل المناطر عارف انا لما اجا اقول لك مسلا اه مسلا المكان ده اه مية وعشرين متر مربع عارف يعني مية وعشرين متر مربع يعني لو انت عملت الطول في العرض اللي هو اللي مثلا في الويتس هيدينا ده ده ملتيبلاي ده يدينا فمقصود هنا ان في كل الاتجاهات لما نكون منشتغل على مكان مربع على مكان آآ عاوزين نقول كل الاتجاهات فيه بنقول ايه سكوير فاحنا لما بنيجي نشتغل هنقول لي هنا ايه ان زا ساوند انتنسي اد بوينت is inversely proportional to square distance والقانون ده بنسميه inverse square لو العلامة دي معناها وهنا دي تحت معناها ان عكسي يعني كل ما حاجة تزيل التانية تقل يا جماعة في عندها دي ريليشن دي اسمها يعني مسلا اكس مع واي ده كده ريليشن ديريكت او اكس مع وان اوفر واي ده كده يعني ايه دايريكت يعني كل ما ده يزيد ده يزيد تخيل مسلا الواي ده هو فاكتور معين كل ما يزيد الاكس يتأثر بيه يزيد هو كمان لا الواي ده لما يكون تحت كده معناها لما هو يزيد كيمة الاكس تقل. فهنا كل ما تزود المسافة تقل. فبيقول لي هنا فيه خانون يقول لي ايه? وده شكل لو حبيت تشوفها في الامتحانة تلاقيها ما ارسوها في الاسمة دي معناها ايه? ده على كل ما تزيد او قوة الصوت تقل. ده شكل الكيرف. ليه الكيرف طالع كده? وليه شكله كده? ويش معنى هو مش خطي كده? وبتاع ده كل ده تفاصيل مش عليك. ولكن لما انا اقول لك ما بين ديستانس دي بتقول لي اهو بورتوه عشان ما تستطيع في كل الاتجاهات. وتقل كل ما ديستانس دي. يبقى اول فكتور راحنا اتكلمنا عنه هو الديستانس. الفكتور التاني هو تخيال معي انا جبت لك رسمتين. هو الموضوع منطقي جدا. انا جبت لك رسمتين في الامتحانة. رسمة الويف عاملة كده صغيرة خالص كده. تفتكر من الصوت الاعلى رقم واحد ولا رقم اثنين. الصوت اعلى في الصوت. لكنك بسلا قاعد شغال على برنامج بسلا. او بتفرج على حاجة فالصوت بتاعها كده او كده طبعا. رقم واحد هو الاعلى. فالموضوع مش محتاج شرح كتير. هو بيقول لي. ده عامل مهم. وانه كل ما الامبليتود تاعلى. كل ما الصوت يكون اعلى. يقول لي هنا او 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 يعني ايه. جيت انا دربت دربت علقت كده المسطرة. وقمت داريبها جامد. فالمسطرة طلعت ونزلت وبدأت تدين صوت عالي. هل ما عمره الوقت بيفضل الصوت عالي? قال لي لأ. صب يقل صب يقل. كل ما المسطرة تبطل اهتزاز. يعني تكون الامبليتود مش عالية. امبليتود يعني اقصى مسافة وسط لها. كل ما الامبليتود تقل لحد ما تتوقف خالص الصوت يقل. معنى كده انه كل ما المسطرة تتحرك فوق لأعلى والاسفل جامد الصوت يكون اعلى. بي انكريسينج امبليتود زي ساوند انتانستي انكريس. ومن هنا بيقول لي ايه? ساوند انتانستي ديكريسيس كل ما الامبليتود تقل. يعني معمره الوقت هي مش هتهتزل فوق اوي كده. هتهتزل حتة صغيرة وتتطلع وهكذا وتنزل. فساوند انتانستي ديكريس بي ديكريسينج امبليتود وده قانون جديد ان الساوند انتانستي عامل مع سكوير امبليتود. بالشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح ان كل ما الامبليتود تزيد يعني لو فيه ايهتزل اعلى قوي والاسفل قوي ده صوته هيكون عالي. لو فيه ايهتزل حتة صغيرة وحتة صغيرة يبقى الصوت بتاعه مخفض. يبقى عامل مع الامبليتود وهنا بيعرفني على جهاز اسمه ده وسندوق مربع كده خلاص يكون في فتحة من فوق كده الصوت بيدخل هنا الصوت يدخل يتضاعف في كل الاتجاهات بنقول هنا ان ده كده احنا زودنا عاملة زي بالزبط زي لما تجيب مسلا كوباية مسلا وتحط جواها الموبايل وتقول ايه اشغل الاغنية جوا الكوباية دي تلاقي الصوت عالي اللي انت كده زودت حاجة اسمها دي. اه ولو انت عاوز تفهم اقدر اللي هو فكرة ده ودخل على اليوتيوب ويكتب عاوزك تتفرج انت بنفسك على الفيديوهات بداية. هتلاحز ان الصوت بيعلى. الصوت بيعلى لما هو بيستقرم. فهنا نفس الكلام. صندوق. عاملة بالزبط زي ايه هقولك انا. هو الموضوع مش مهداك شرحة كتير. يعني انت واحد قاعد في كهف. فبدأت تتكلم جوه الكهف. الصوتك بيبقى ايه عالي. لان الكهف ده بيزود مساحة الكلام بتاعك. بمعنى ان الصوت بيخبر في كل اتجاهات ويتعكس. فده بيعتبر في السيرفس اريا. فانكريسينج سيرفس اريا. ده بيزود ايه? ده بيزود الانتنستي. اللي هو القوة الايه? قوة الصوت. بعد كده ميديام دينستي. كلمة دينستي يعني ايه? كلمة دينستي يعني الكثافة. والكثافة يعني تقليل حاجة نفسها. يعني ايه برضو يامستر تقليل حاجة? ه durable كلام انت مسلا معاك صبون مسلا اللي بنخسل بي والمائن. ومعاك ماء. مين فيهم اتقل كسافته اعلى الصبوم لي لان اتقيل يعني فيسكس قوي يعني كده لازج طيب وبالتالي بنقول ان كسافته اعلى طب معي هوا معي اير ومعي هوا تاني نركز بس معي مش هوا بقى تاني معي مسلا ازازة وازازة تاني الازازة الاولى فيها جزيئات الهوى كتير ماشي فيها جزيئات الهوى ايه الهوى كتير والازازة التانية ما فيهاش جزيئات هوا كتير تفتكر الصوت ينتقل اكتر امتى قال لي الصوت هينتقل هنا في اللي فيه موليكيولز وفيه بارتيكولز اكتر وده اللي هما لحظوه لما عملوا تجربة والتجربة دي ان هما جابوا جرس جابوا او بل يعني جرس وحطوا فوقي ازاز كده وبدأوا ان هما يشغلوا الجرس السوت كان مسموع وبدأوا من خلال البمب دي يسحبوا الهوى اللي موجود جوه الازاز يسحبوا يشفطوا الهوى لقوا ان صوت الجرس بيختفي بالتدريج وما بقاش موجود كل ما نسحب الهوى اكتر فكل ما الهوى يقل يلاقوا الصوت بتاع الجرس بيقل كل ما يده هوا اكتر يلاقوا الصوت بيعلق فالمكان اللي فيه اير اكتر وفيه هوا اكتر ده بيكون اكتر في الساوند انتنستي كل ما الكسافة تزيد وكل ما عدد البارتيكولز وعدد الجزئات يزيد وكل ما الهوى الموجود في المكان ده يكتر يكون الساوند انتنستي اعلى يقوله هينى ايه دي اير دينستي ديكريسس از يبول دي اير فياكيم بامب اوتورد كل ما تسحب ال اير فياكيم اوتورد كده او دي كل ما تسحب البره يقل معنى كده ان هنا انا هرشح لكم فيديو برضو تشوفوه الفيديو ده ممكن تدخل على اليوتيوب وتكتب مثلا او مثلا تكتب كده لان احنا لو مفضينا الهوا هنا الصوت منتقلش وتفرج على تجربة دي جايب جلس وبيسحب الهوا خلاص منه هنا احنا بنتكلم على اتكاه الهوا وده شيء سهل جدا ان انت دلوقتي لو بتتكلم والساوند في اتجاهك يعني لو انت بتتكلم والصوت في اتجاهك صوتك هيكون عالي اه سوري الهوا يكون في اتجاهك الصوت هيكون عالي لو بتتكلم والهوا ضد اتجاهك الصوت هيكون مخفض ده شيء منطقي جدا انت لو بتندهى لحد والهوا عمالي يقبط في وشك بسرعة انت ساعتها مش هيكون صوتك عالي هيكون الانتنستي بتاعتك او الساوند انتنستيويج انما لو بتتكلم والهوا جاي في صفك ساعتها هيصوتك هيكون ايه صوتك هيكون عالي يبقى ويند دايريكشن ويند دايريكشن معناها اتجاه الرياح دا كده اللي احنا اتكلمنا عنه هم تزاود الانتنستي اولا قلنا الديستنس وديك هتعلاقها عقا عكسية كل ما دستنس تزيد الساوند انتنستي تقل كل ما كانت بتزيد برضو المساحة ايه زاوند انتنستي انكريس ميديم دانستي باي انكريس ميديم دانستي انكريس كلهم انكريس التلاتة دول كلهم انكريس مع انكريس الحاجة يعني amplitude, area, medium كله ما increase, sound and intensity increase. الwind direction لو انت in the same direction او تتكلم in the same direction of wind, sound and intensity increase. لو انت in opposite direction, sound and intensity decrease. بعد كده هنتكلم عن sound quality وهو شيء مهم جدا. وهي فكرة source نفسه. المصدر نفسه اللي بيدينا الصوت. في نغمات بنسميها fundamental. وده اللي هنفهمه. sound quality is its property which a human ear can distinguish between different sound according to nature of source. طبيعة المصدر نفسه. احنا عندنا tuning fork. مثلا tuning fork دي هي برعا نقالة ليها frequency ثابت. يعني كل tuning fork ليها frequency ثابت. فانا الوقتي لما اخبط tuning fork دي هتطلع لي نفس النغمة. يعني طلعي نفس النغمة بالزبط كل مرة. ولا انت كل مرة هتقبط tuning fork دي هتطلعك نفس او صوت مختلف. لا نفس الصوت بيطلع كل مرة. فمنسميها fundamental tune او نغمة احدية basic tune. يعني انت لما تخبط tuning fork دي كل مرة هتطلعك نفس الصوت. بمعنى ايه. انت واحد مثلا رايح يخبط على الباب. انت عارف الباب عندك شكله عامل ايه. لما انت بتخبط على الباب كل مرة بتطلعك نفس الخبطة. او انت مرة تلاقي خبطة مثلا صوتها مختلف. لا نفس الخبطة كل مرة بتخبط لنفس ايه. نفس الخبطة. فده بنسميه basic او fundamental tune. خلاص. ال fundamental tune او basic ايه او basic tune. انما ال violent او ال piano. الكمانجا او البيانو او الكلام ده. دي بتبقى اسمها complex tune. complex tune او نغمة معقدة. وامتى بنقول على الحاجة دي complex tune. ال complex tune دي بتبقى في الاجهزة اللي فيها اكتر من water. او معقدة الى حد ما. طيب بتتكون من ايه complex tune دي يا مستر. complex tune انت تتكون من حاجتيه. حاجة اسمها harmonic tune مع fundamental tune. انا ما يهمنيش بقى ان انت تحفز الجزء ده خالص. انا عايزك تحفز جزء sound quality. وتفهم ايه fundamental tune. تكيفهم. fundamental tune هي نغمة وحداية زي ما انا كنت بقول. كل مرة بتطلع. في بقى نغمة تانية اسمها harmonic tune. ايه harmonic tune. harmonic tune. تشبه او يا مصاحبة للهارمونيك tune. ولكن بتبقى. في نغمات. بتطلع من الاجهزة الموسيقية دي. بتكون. يعني. 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 تفتكر ده في الامتحان دايما. ماشي. تفتكر ده في الامتحان ان دي هارمونيك ايه. ان دي اسمها. harmonic tune. تونس. اختلاط. harmonic tune. مع. fundamental tune. ده يديني. complex tune. يبقى انا في الامتحان. الموضوع ابسط. من مثل خير. انا في الامتحان. لو قلتلك. complex tune. consist of a. complex tune. بتكون من. harmonic tune. plus. fundamental tune. ايه. harmonic tune دي. harmonic tune دي. او harmonic tune. هي عبارة. عن. waves. high in pitch. low in a in interest. طيب اخر حاجة في الدرس ده. هو الانسان يسمع اي صوت. يعني يقدر الانسان يسمع اي اصوات في الدنيا. قال لي دعا نقسم الساوند. لثلاث حاجات. هنقسم الساوند لي. حاجة اسمها sonic waves. وصونك waves دي. هي عبارة عن موجات بيكون الفريكنسي بتاعها. من. 20. to 20. thousand. يبقى sonic waves. موجات الصوت. هنطلق عليها كده. هي من اول. 20. لحد. كي دي يعني الف. كي يعني الف. كي يعني الف. كي يعني الف. ماشي. طيب. وفي انفراسونيك. ده اللي هو. sound waves. of frequencies. lower than 20. هيرتس. اقل من 20 هيرتس. هو. ultrasonic waves. ودي بتبقى. more than 20. كي. اكتر من 20. الف. يبقى فيه من 20. ل. 20. الف. من 20 لحد 20 الف. خلاص. طيب. في اللي اكتر من 20. يعني اكتر من 20 الف. وفي اللي اقل من 20. اقل من 20. ساعتها اللي اقل من 20 ده اسمه. more than 20. كي. اكتر من 20. كي. ده. ultrasonic. يبقى في انفرا. اللي هو اقل من 20. ultra. اللي هو. اكتر من 20 الف. وفي اللي بينهم. لو من 20 لحد 20. كي. ده sonic waves. احنا بنسمع الصونيك ايه. بنسمع الصونيك waves. طب احنا بنستخدم اكتر استخدامات. طبعا احنا بنسمع الصونيك waves. الالتراسونيك دي لها استخدامات كتير جدا. منها. بريكينج داون. احنا خلي باكت بالالتراسونيك. منها. بريكينج داون. كدني انديوريتر سونس. دياجنوزيس. صمت يومرس. بعض الاورام. ودا بيجي فيه لهم. دا حين جيف ريزن جيف ريزن. ألتراسونيك is used in. آآ آآ جزء لا جزء مهم جدا اتمنى انكم تسمعو تهيني وتفهمو اكتر الليسن ده كله الليسن سهل ان شاء الله ندخل في الليسن اللي بعد وفي الفيديو اللي جاي باتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر احمد الباشر باي باي اشتركوا في القناة